قصة صباح الجريمة الرهيبة في بسيون الغربية تاريخ حادثة صباح لا يزال يثير الدهشة والرعب في قلوب أهالي مركز بسيون في محافظة الغربية حيث قامت صباح بارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها زوجها شقيقه حماتها وزوجة شقيقها وذلك باستخدام الزرنيخ كسلاح للقتل تفاصيل الجريمة في أحد الأيام من شهر يونيو عام 2016 وقعت حادثة صباح حيث اكتشف شقيق زوجها الأصغر وفات زوجته نشوة وبعد التحقيق اتضح أن صباح كانت تخطط للزواج منه ثم قتله ليكون ضحية خامسة في جريمتها لكن أنقذه ابنه شهد البالغ من العمر عشر سنوات الذي شاهد والدته وهي تسمم الطعام بالزرنيخ الحقيقة والخداع كانت صباح تعيش في قرية هادئة حيث كان الجميع يثق فيها ويمدحونها بأخلاقها وعطفها على عائلتها لكن الكشف عن الحقيقة صدم الجميع حيث تبين أنها استغلت طيبتها وجمالها لتنفيذ جريمتها البشعة والمدبرة الناجي من الموت شقيق زوجها الأصغر كان الناجي الوحيد من هذه الجريمة البشعة وعاش في حالة من الدهشة والصدمة بعد كشف الحقيقة تلك هي قصة صباح الجريمة التي لا تزال تثير الرعب والانتباه في بسيون الغربية والتي تذكرنا بأهمية اليقظى والحذر حولنا ترجمة نانسي قنقر